في خطوة لها أكثر من دلالة رمزية قرر مجموعة من أسادة التعليم العلي بولاية التيارت في جامعة ابن خلدون تقديم ساعات إضافية للطلبة وتقديمها بصفة مجانية ودون أي مقابل قصد المساهمة في تخفيف أعباء الحكومة المالية نظرا للوضعية الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد العملية تبنىها المجلس الوطني لأسادة التعليم العلي كناس بجامعة ابن خلدون بولاية التيارت وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في قطاع التعليم العلي بعد قرار وزراء حكومة سلال 5 التنازل عن 10% من رواتبهم الشهرية بالإضافة إلى قرار نواب الشعب التنازل عن نصف من حتى نهاية العهدى البرلمانية